بسم الله الرحمن الرحيم سورة عنزلناها وفرضناها وعنزلنا فيها آيات بينات لها لكم تذكرون الزانية والذاني فاجلدوا كل واحد منهما من تجلدا ولا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر وليشحد أذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينجه إلا ذانية عوم شركة والذانية لا ينجوها إلا ذاني عوم شرك أهرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون الموثنات ثم لم يعطوا بعربات شهداء فاجلدوهم سمانين جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وعضله فإن الله غفور الرحيم والذين يرمون أذواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفذهم وشهرت عليهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ولخامسة أن قضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك أثبة منكم لا تعتبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اقتصب من العسم والذي تولى كبره منهم له أذاب أبيهم لولا إذابتموا أظن المؤمنون والمؤمنات بأنفذهم خيرا وقالوا هذا عفكم مذين لولا جاءوا عليه بعربات شهداء فإن لم يعتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بعلسنتكم وتقولون بعبوائكم ما ليس لكم به علم وتعذبونه حينا وإن الله عظيم ولولا إذا سميتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بوتان عظيم لئذكم الله أن تؤودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات ومن يتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبعوا خطوات الشيطان فإنه يعمر بالفاشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ماذا كان منكم من هذا أبدا ولكن الله يذكي من يشاء الله سميع عليم ولا يعدل أولي الفضل منكم والسعد أن يؤتوا أولي القرباء والمساقين والمهاجرين بثبيل الله وليعفوا وليسفهوا ألا تهبون أن يغفر الله لكم الله غفور الرحيم إن الذين يرمون الموصنات القافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم آلثنتهم وعيدهم وعرجلهم ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم والحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون إما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا قيودا غير مذكونة أتى تستانسوا وتسلموا على آلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها آدام فلا تدخلوا أتى يغزن لكم وإن جئ لكم ارجعوا فارشعوا أذكاركم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناه أن تدخلوا بيوتا غير مذكونة فيها متاعا لكم والله يعلم ما تبدون وما تقتمون قل للمؤمنين يغضوا من عبصارهم ويعفذوا فروجهم ذلك أذكارهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضون مع عبصارهم ويعفذوا فروجهم ولا يبدين ذينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين ذينتهن إلا لبقولتهن أو آبائهن أو أبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماما لقد أيمانهن أو التابهن غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضرون بعرجلهم ليغلوا ما يغفين من ذيندهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنجه لأياما منكم والصالحين من إبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله آسف وعليم وليستعظف الذين لا يجدون لكاة أتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتقون لكتابا مما ملقت عيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تقرهوا فتياتكم على البقاء إن أردنا تعصنا لتبتقوا أرض الآيات الدنيا ومن يقرحهن فإن الله من بعد إقراءهن غفور الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئذة للمتقين الله نور السماوات والأرض مصل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها قوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شركية ولا قربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسح نار نور ألا نور يهدي الله لنوره من يشاء وضرب الله العمثال للناس والله بكل شيء أليم في بيوت أذن الله أم ترفع ويذكر في هزمه يسبق له فيها بالهدو والآصال رجال لا تلهيهم دجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الذكاء يخافون يوما تتقله فيه القلوب والأبصار يجذهم الله آثن ما عملوا ويزيدهم من فدله والله يرضق من يشاء بغير هساب والذين كفروا آمالهم قسراب بقيهة يأثبه الزمان ما عمتا إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله إنه فوفاء هساب الله سريء الهساب أوقى ظلماتهم في بحر لجين يقشعه موج من فوقه موج من فوقه سهاب ظلماتهم بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبه له من في السماوات والعرض والطير صافات قلهم قد علم صلاته وتذبيه والله عليم بما يفعلون ولله ملق السماوات والعرض وإلى الله المسير ألم ترى أن الله كيد جيت هابا ثم يعلفه بينه ثم يجعله ركاما فدرى الورق يخرج من قلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بلد ويصيب به من يشاء ويزربه أمن يشاء يقارسنا بركه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لأبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يعدي من يشاء إلى أسرات مستقيم ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وعطانا ثم يتولى فريق من أمهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله لياكوا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقول لهم لأقوا ياتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرضهم ام ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لياكوا بينهم من يقولوا ثمينا وأطانا وأولئك هم المفلحون ومن يطي الله ورسوله ويخش الله ويتقف أولئك هم الفائدون وأقسموا بالله جاد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طواءة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أعطي الله وأعطي الرسول وإن تولوه إنما عليه ما هم لو عليكم ما هم ملتم وإن تضيعوه تاتدو وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا السؤال آتي ليلتقرف أنهم في الأرض كما استخرف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبع لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم همنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كبر فعل ذلك فأولئك هم الفاتقون وأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة وأعطيوا الرسول لعلكم ترحمون لا تضبن الذين كفروا معجزين في العرب ومعواهم النار ولبئس المسيّر يا أيها الذين آمنوا ليدع ذي أنكم الذين ملكت عيمانكم والذين لم يبلغوا لغلم من أنكم صلاة مرات من قبل صلاة الفجر من قبل صلاة من قبل صلاة الفجر وهين تضعون سيابكم من الزهيلة ومن بعد صلاة الحشاء ثلاث عورات لكم ليس لكم ليس عليكم ولا عليهم جناء بعدهم ثوافون عليكم بعدكم على بعد فذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الهلم فليستعذنوا كما استعذن الذين من قبلهم فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقوائد من النساء التي لا رجوها نقام فليس عليهم جناء وعن يضعن سيابهنا غير متبرجات بذينا وعن يستعففنا خير له الله سميع عليم ليس على الآماء حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفتكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملقتم مفاتيه أو صديقكم ليس عليكم جناء أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفذكم تأييدا من عند الله مباركة طيبة فذلك يفين الله لكم العالات لأنكم تأكلون إنما لمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يضعبوا واتعزنوه إن الذين يستعزنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعزنوك لبعض شعالهم فأذل من شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رهيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء إبادكم بادا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليأذل الذين يخالفون عن عمره أن يسيبهم حدنة أو يسيبهم أذاب هليم فلا إن لله ما في السماوات قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا الله بكل شيء هليم شكرا للمشاهدين